ضد مصر فهي برضو بتقوم بدور واحتضانها لتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين بتقوم بدور ضد مصر كدولة وليس مصر كنظام فقط وبالتالي هذا هو دور تركيا الذي يجب أن نتنبه له جيدا يعني هي هذه الأدوار مرتبطة بشخص أردوغان ولا مرتبطة بالنظام التركي لا بالنظام التركي ولكن أردوغان بيخشى على نفسه وعلى حزبه من انقلاب العسكر في تركيا مرة أخرى على الحكم المدني فهو يخشى ولذلك يعادي أي شبهة حكم عسكري في أي دولة هل حراك لو استمر الوضع يعني واضح أن تركيا حتى أورد فعل جي من أردوغان أنه هو ناور التصعيد تركيا تريد التصعيد مع مصر هل يمكن أن تصل الأمور إلى حد تكليف إحدى الدول سواء في تركيا أو مصر برعاية مصارح الدولتين؟ في حالة قتل العلاقات يعني حالة قتل العلاقات؟ يعني حالة قتل العلاقات؟ واضح أن الجانب التركي مش عايز الرسالة لغاية دولت مش عايز توصله؟ يعني هو مش عايز توصله الرسالة لغاية دولت لو هو مصمم على موقف؟ الجانب التركي إذا استمر في هذا أعتقد وهذا رأي الشخصي أنه لن يكون هناك مناص من قطع العلاقات لأن مصر لا يمكن أن تصبر على كل هذه التصريحات العدائية وليس فقط تصريحات وإنما كل هذا التأييد والدعم سواء مادية أو معنوي للحركات المعادية لمصر والنظام في مصر أي الدولتين في حاجة إلى الأخر؟ هل مصر هي في حاجة إلى تركيا أم تركيا هي في حاجة إلى مصر؟ والله أنا بعتبر أن كل الدول في حاجة إلى بعضها التعاون الدولي لا يمكن الاستغناء عنه ولكن طبعا الأوضاع السياسية والأمور السياسية والخلافات السياسية بتتدخل لإفساد هذا التعاون أو لتدعيم هذا التعاون وبالتالي فأنا لا أستطيع أن أقول من أكثر بحاجة إلى الآخر وإنما أستطيع أن أقول أن الدول كلها بحاجة إلى بعضها البعض يعني البعض يتساءل هل تركيا استعادت بعلاقتها بأفراد على حساب الشعب المصري؟ دي مش أفراد دي استعادت بتنظيمات دولية وليس بأفراد يعني هي بتلعب دور وهذا الدور بيقتضيها أنها تعتمد وتحرك أيضا تنظيمات دولية ضد دول أخرى يمكن كنا مندردش مع محارتك قبل البرنامج أن إحنا كمصريين فخورين بالخطوات وسياسة الخارجية المصرية بتحسسنا أن الواطن المصري عنده قرامة نقدر ناخد قرامة نقدر نقول في وجه أكبر دولة في العالم لا أقف عند حدك الجانب التركي ما تدخلش في الشأن المصري شايف حدك لامس التغير ده إزاي في السياسة الخارجية المصرية؟ الحقيقة الأحداث والتدخلات الأجنبية فرضت على الخارجية المصرية سلوك طريق معين طريق واضح وصريح فيما يتعلق بإحقاق الحق بمعنى أنه الولايات المتحدة ظهر تأمرها وتحرضها على مصر اتخذنا موقف من الولايات المتحدة في ناس بيقولوا اه اتجهنا لروسيا زي أيام عبد الناصر أنا ما بعتبرش أن احنا اتجهنا لروسيا كبديل لأنه بعتبر أن هذا تصحيح لوضعه كان خاطئا هذا الوضع هو أنه كان يجب أن تكون علاقتنا قوية بروسيا في نفس الوقت بحيث لا تعتقد روسيا أننا عندما نختلف مع الأمريكان نلجأ إلى صداقة الروس يجب أن تكون لنا علاقات متوازنة مع القوى الكبرى وبالتالي أنا بعتبر أن هذا الذي سلكته الخارجية المصرية هو تصحيح لأوضاع كانت خاطئة من قبل التركية استضافت مؤتمرات لتنظيمات تريد التخريب في مصر وتريد انتشار العام في مصر إذا ما أقدمت الجانب التركي على عدم استضافة مثل هذه المؤتمرات هل هي ربما تورس الرسالة إلى الجانب المصري بضروة عودة العلاقات مرة أخرى؟ الحقيقة تصريحات أردوغان واللي حصل من نظامه ضد مصر ده أمر يعني لا يختفر يعني حاول أقل شيء أنه إذا قرر عدم احتضان هذه التنظيمات والبعد تماما عن ذلك وأنا شك في هذا إذا قرر ذلك سوف نطالبه بالاعتذار للشعب المصري على كل ما تحدث به ضد الشعب المصري وضد مصر تمام يعني السؤال مرة تانية يمكن من وجهة نظر حضرتك يعني أردوغان يعني هل العلاقات التصادية والتجارية والثقافية التي تربط مصر وتركيا ربما بلغت في الفترة الأخيرة في ازدهار يعني العلاقات التصادية والعلاقات التصادية كانت بين الدولتين كانت في أوجهها هل تركيا ستخسر ربما إذا ما كان هناك تأثر بهذه العلاقات السياسية بأن توقف ظلالها على العلاقات التصادية هل ممكن نحن نقدر نمسك الجانب التركي من العلاقات التصادية هذه ولا تركيا عندها أجندة عايزة تنفذها مش مشكلة أي علاقات تانية تربطها في مصر التركيا عندها أجندة وبتنفذها هي لا يهمها العلاقات التجارية مع مصر ولا علاقات الاقتصادية مع مصر إذا ما وزنت هذه العلاقات مع الأهداف التخريبية التي تقوم بها إنما تركيا لها علاقات اقتصادية وتجارية مع دول أخرى وإذا كان الأمر على ملابس أو منسجات أو شيء فهذا ليس بالشيء الكبير الذي يمكن أن يوازن سياسة خارجية معينة يعني بنتكلم دايما من سات سفيدة ما كان بيكلم معنا سات سفيدة بادرة عبدالعاط يعني العلاقات بين الشعوب مش عايزين تتضرر العلاقات مع الشعب التركي وأكد على حرص الجانب المصري العلاقات قوية مع الشعب التركي وليس الحكومة التركية اللي مصر على التدخل في الشأن المصري هل الشعب التركي ربما بعد هذه الخطوة ما أثرته من ضخب كبير في وسائل الإعلام المصرية والعالمية والغربية وكلها هل يمكن أن الشعب التركي يتحرك لضغط على أردغان ربما في ظل الاحتقام الحاصل ما بين أحداث ما بين البعض من الأطراق الذين كانوا يتلجدون في حديقة جيزي وما إلى ذلك هل يمكن الشعب فعلا يتحرك هناك تحرك من الشعب التركي ربما احنا شوفنا في شهور ماضية أن هناك مظاهرات كانت قائمة ضد أردغان وإنما في الوقت نفسه هناك مظاهرات كبيرة جدا مؤيدة لأردغان فالمسألة مسألة تخص الشعب التركي نفسه هو الذي يقرر ما إذا كان يوافق على سياسة أردغان أم لا يوافق وبالتالي إنما أقدر أقول أن هناك جذور للتمرد ضد أردغان قائمة وموجودة ولكنها لازالت ضعيفة يعني لكن هذه الجذور موجودة موجودة ولكنها ضعيفة لازالت تمام يعني هل ربما العلاقات المصرية التركية وهذه الشد والجذب ما بين الطبقة السياسية أو سلطة في مصر وتركية هل ممكن أن تؤثر على علاقات تركية ربما مع دول أخرى هي تقف إلى جانب مصر مثل دول عربية دول مجلس التعاون الخليجي وما إلى ذلك أم أن هذا الأمر بعيد ده يتوقف على كل دولة عربية الحقيقة وعلاقاتها السنائية بتركيا إنما ما أستطيع أن أقول هو أن الدول العربية وعية تماما لما تقوم به تركيا في العراق وفي سوريا وفي لبنان تقوم بتحركات مشبوهة وتحريض فئات أو قوميات على قوميات أخرى وبالتالي أصبح دور تركيا واضحا للجميع نعم سيد سفير يعني ربما الخبر كان صفعة على وجه الجانب التركي وبالأخص على وجه رجب طائب أردوغان بقيام مصر ومن نحن نحو حدث تعلم يعني ربما النعرة التركية أو التقبر التركي هل حضرتك من الممكن أن يكون رد الفعل التركي يصير حفيظة الجانب التركي كثيرا مثلما أثاره الآن وربما يأخذ خطوات أكتر من استضافة مؤتمرات لتنظيمات تقوم بالعمل على إيجاد عمف في الشارع المصري دعم الإرهاب وما إلى ذلك هل ممكن أن يكون الموقف التركي أو التساعد التركي يتطور ربما إلى سعي أو دعم تلك الحلقات بشيء آخر غير استضافة المؤتمرات ربما بتخطيط العمليات التفجيرية داخل مصر كل شيء ممكن كل شيء ممكن لأن عداء أردوغان لمصر ولشعب مصر أصبح واضح وبالتالي أنه إحنا ننتظر أي شيء يقوم به أردوغان ليس فقط باستضافة مؤتمرات أو بيلقاء خطب أو تصريحات وإنما من الممكن أن يساهم في عمليات أو يمول عمليات ضد مصر يعني كما تعلم سيادتك أن تركيا دائما ما تسعى لانضمام للتحاد الأوروبي هل هذا الموقف وما تثيره ربما الإشارات المصرية والتجارات المصرية بأنها تحتضم مؤتمرات لمنظمات طرع الإرهاب هل من ممكن أن يؤثر هذا على مسعى التركية للانضمام للتحاد الأوروبي ده خلاص المسعى ده خلاص انتهى لا خلاص الاتحاد الأوروبي استبعد دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي خالص خلاص انتهى يعني يعني بقياء ما عدش هذا الموضوع حتى تركيا يأست من هذا وسكتت هذا الموضوع يعني أخفل حتى على الأقل في الوقت الحاضر ستسفيري يعني سريعا هل تتوقع ماذا تقعه من رد فعل من الجانب الشعب المصري شعب الشارع المصري الشارع المصري وهو ضد كل من يساعد على هذا أو يحرد على هذا وبالتالي فالشعب المصري لا شك غاضب أشد الغضب من الموقف التركي ومن موقف أردوغان نعم سيد السفير أحمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية الأسبق أشكرا جزيلا شكرا 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 لكم 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 حسن المتابعة وفي أمان الله